تلبف حول نفسه يصير تقل المروحية كله على قبضة الطيار على ايد الطيار فما راح يتحملها يعني تعاقدنا على طائرات بيل نفس النوعية 400 هاي بيها 3 طرازات 3 طرازات اعتقد 300 412 407 405 قسم منها تدريبية وقسم منها متعددة المهام اشتركت في حرب داعش يعني يعني ويانة وقسم بها النقل اللي هي هاي ال 412 هذه انت تعرف ما لها علاقة يعني عمر الانشاء يعني أنا مرة يعني في الصين تتفاجأت يعني مدينة ايو يعني يمها قاعدة عسكرية فشفت انه تحليق طيران حربي كان عدهم يبدو تمرين او من هذا النوع فشفت انه سماءهم بدأ تحمية طائرات الميك واحد وعشرين الميك واحد وعشرين جي لخمسينات يعني تذكر انت بحرب تشرين ب73 كان عماد القوات الجوية المصرية السورية الميك واحد وعشرين فلكن كيف هذي يطورون راداراتها يطورون محركاتها يطورون بس البدي يبقى نفس البدي نزين فلذلك هذه همين اكيد يتم تطويرها ما تبقى طيارة طيارة لا عمر استاد تبقى ما بعد خلاص الها عمر انتهى تروح لكنه هذي يتم تجديدها دوما وحتما يعني طائرة الرئيس حتما لازم عليها صيانة وهذه لكن هذه ايضا ما لها علاقة احنا مين سابقا عندنا يعني حوادث حتة في هذا الموضوع يعني تذكر حاجته ايضا عبد السلام عارف وزير الدفاع عندنا خير الله وغيره بسقوط طائرات مروحية بكثرة تسقط اللواء الطيار التميمي الله يرحمه اللي على جبل سنجار ايضا سقطت هاي الطائرة ما يعني هي طائرات السمتية يعني اكثر شي يتحكم بيها يعني طائرات الهوائية وكثير من الامور تتحكم بيها يعني لذلك فرص النجاة فيها لكن كل هذه الطائرات التي ذكرتها والتي سقطت كانوا يقولون بسبب الاحوال الجوية وخلال فني طب استادي اغلبها سوء الاحوال الجوية يعني وخاصة من تدخل في دوامات هوائية يعني مثلا السمتية اذا صار بها عطلة هذه ممكن ان يهبط بها بهدوء يعني او ممكن ان يصير استجام قوي بالارض لكن يعني ما الا تدخل في دوام هوائية سمو فراغ هوائي تسقط سقوط كامل للارض فهذا السقوط هو اللي يسبب مثل هذا ايضا احنا يعني تعرف في يعني احنا في الكويت مثلا ليش انطينا اول يوم الغزو يعني ليش انطينا خسائر بالطائرات السمتية لانه استجمت مثلا بعمدة الكهرباء يعني او اصطقمت بالحنا نسميها التيولة يعني ايضا اصطقمت في هذه وصقطت الطائرة السمتية يعني سقوطها سريع يعني ما عندك مشكلة يعني بيها نزيل لكن مثلا اكو طيارات مثلا صار حديثة الاباتشي وغيره ومثلا بيها تدريع كامل بيها وسائل امان اكثر لكن ايضا ما بيها وسائل قد في الطيار يعني يخرج من الطائرات موجودة فقط بالطائرات الحربية يعني لذلك من الصعوبة التحكم بيها الطائرات هي مروحية يعني معروفة احنا نسميها بروانة يعني فلذلك هذه تكون كلش خطرة يعني يعني احد تحلم النصعد بيها يعني يعني تكون غير مطمئن يعني هذه دائما يعني لكن هم يعتبروها وسيلة آمنة لكن هي ضعيفة امام التيارات لوائية يعني بالبحر بالسحاري خاصة بالعواصف الرملية يعني تكون بيها خطورة نوعا ما لذلك هاي الطائرة ساح قديمة لكن انا اقول لك يعني اكيد طوروا طوروا كانياتها طوروا محركة طوروا لكن استاذ سرمدي يعني معلومة فانية يعني باعتبارك خبير عسكري يقال ان هذه طائرات المروحية لها محركان أن تعطل محرك واحد منها يعني تعطل هذا المحرك المحرك الثاني يستطيع يعني القائد الطائران يهبط بسلام لهذه الطائرة ومن فيها يعني هل هذا صحيح أولا وإذا كان صحيحا يعني لماذا لم يتم التعامل بها مع طائرة الرئيس الإيراني يعني أولا مو كل الطائرات السمتية بها محركين أكو طائرات بها محرك واحد صغيرة قسم منها قد تكون بها محرك واحد وقسم بها محركين ما لا علاقة أستاذ هناك أنا قلت لك الفراغات الهوائية هي اللي تتحكم بهذه الطائرة يعني يسموها دوامة هوائية أعتقدهم ويسموها طائرات طيارين السمتية المروحيات فلذلك يعني بعض الأحيان يصير تقل المروحية كله يصير نوع من الاختال الوزن إذا شوفها يعني تلبح حول نفسه يصير تقل المروحية كله على قبضة الطيار على إيد الطيار فما راح يتحملها يعني فذلك تسقط هذه الجسمة أما إذا بقت على محرك واحد أيضا تبقى على كفاءة الطيارين أنت تعرف يعني تعتمد أيضا على كفاءة الطيارين لكن أنا قلت لك يعني في هذه المناطق في الأجواء يعني أنا ما أعرف الطيار المفروض قد خريطة جوية كاملة يعني موضوع ترى غريب يعني أنت من تسألني يعني اليوم بدنا نتكلم عن رئيس جمهورية ما بدنا نتكلم عن شخص اعتيادي مسافر بمروحية وملتحق بعمله وصاقطه بالمروحية يعني هل من المعقول بأنه الطيار ومساعد الطيار والموجودة قاعدة تبريز وغيرها القاعدة العسكرية الموجودة هناك هل من المعقول له منطو يعني خريطة جوية للمنطقة أنه في هذه المنطقة هناك غيوم هناك ضباب هناك ممكن أن يصير بعدين المنطقة بها تبدلات جوية سريعة بس هذه كلها تبهين عندها برادار كلها عندها برادار تبهين نعم لذلك أنا يعني متفاجئ ليش قلت لك الموضوع بأسراره يعني طائرة رئيس جمهورية إذا ما أمن آني وأقول له هل قد درجة الحرارة هل قد ضغط الجوي هذي رح أكو أكو سرعة الرياح هو الطيار أصلا بالساعة مالته وبالحاسب مالته كل هاي الأمور عندها موجودة